لم تنتظر إسلام أباد طويلا للرد قصف وغارات باكستانية استهدفت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية جنوبا بذات الطريقة التي بدأت بها إيران هجومها على باكستان الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخرين الدعوات الصينية للتهدئة لم تجد نفعا مع باكستان الدولة النووية فللفعل ورد الفعل معاني مختلفة لها وزنها هنا تختلف عن العراق الذي استهدفته إيران أيضا بذات التوقيت والسيناريو بدعوى الانتصار لغزة وتصفية حساباتها مع كل من الموساد الإسرائيلي وتنظيم داعش بعد تفجيرات كرمان كلا البلدين إيران وباكستان يتهمان بعضهما بدعم ميليشيات مسلحة معارضة للنظام فيهما فإيران الطامحة للسيطرة على المنطقة تتهم إسلام آباد بإرواء جيش العدل البلوشي الذي ينطلق بجزء من عملياته أيضا من أفغانستان وهي المنطقة الحمراء التي لا تستطيع طهران تجاوزها مخافة انتقام حركة طالبان وعلى الطرف الآخر تتهم إسلام آباد طهران بدعم جيش تحرير بلوشستان القوة التي تريد الانفصال عن الإقليم الذي تحمل اسمه وتستخدمها إيران لتهديد مشروع ميناء جوادر الاستراتيجي دبلوماسيا تضطر إيران اليوم مرغمة للعودة إلى طريق الوساطات والتهدئة بعد ضرب باكستان لمنطقة سيروان الإيرانية جنوبا لا سيما محديثها في بيان قصفها عن مكافحة الإرهاب وهو المسويغ الذي مررت عن طريقه ضرباتها في العراق وسوريا مرارا وخلفت ضحايا ومآس كثيرة تؤكد باكستان في مقابلها أنها لا تقبل لعب دور الضحية لحلم التوسع الإيراني في المنطقة